بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله الآن مع الجزء الثالث وخاص بالفصل الثامن بإرشاد الموهبين والمتفرقين وكنا تكلمنا على بعض الطرق الخاصة بإرشاد الموهبين والتفرقين والآن سنتحدث عن الإرشاد الوقائي والإرشاد الوقائي برضو بيركز على تطور النماء للطفل والموشد في الإرشاد الوقائي لا يتدخل فقط عند بلغ المشكلات ولكنه كمان بيخطط برامج إرشادية نمائية بهدف تسهيل النمو الانفعال للطفل الموهب فالموشد هنا يلعب دورا هاما في توجيه نمو الأطفال الموهبين بيساعدهم على فهم كدراتهم يتعرفوا على كدراتهم واكتشاف أهدافهم وده نقطة مهمة جدا أن الإنسان فينا يتعرف على أهداف ويحددها ويعمل من أجلها ده من الأشياء اللي بتساعد على نجاح الفرد داخل المجتمع فهنا دور الموشد أنه بيساعدهم على فهم كدراتهم وده من أدور الإرشاد النفس اللي احنا تكلمنا عليه من أهدافها وكمان اكتشاف أهدافهم المهنية كمان إذا كان عندهم أهداف مهنية واضحة خاصة بالموهبين والمتفاوكين والتدخل مع الأباء والمعلمين للتعرف وتوضيع حاجات هؤلاء الأطفال الموهبين عندهم حاجات لازم نحددها ونحاول أن نساعدهم في تلبية حاجاتهم ومساعدتهم على حل مشكلاتهم وكل ما يعاني من الأطفال الموهبين والمتفاوكين وتظهر أهمية الإرشاد الوقائي مع الأطفال الموهبين فأن معظم المدارس لا تشبع ولا تتعامل مع الحاجات الإرشادية الخاصة بالأطفال الموهبين الأطفال الموهبين لديهم حاجات خاصة فيجب أن نساعدهم على التعامل مع هذه الحاجات وإجباع هذه الحاجات إذا كانت في الجانب الأكاديمي اذا كانت في جانب مهاري اذا كانت في الجانب اه يعني اذا كان مشاركة في بعض الالعاب والانشطة الاجتماعية والمرياضية ده الموشد في التعامل مع مشكلات الموهبين الموشد هو الاساس في التعامل مع مشكلات الموهبين وهو يساعد الطلب على التخطيط الاكاديم يساعدهم واقم واحد على التخطيط الاكاديمي. لدباستهم ما في التخطيط لحياتهم المهنية. وغالبا ما تكون الاعمال التي يكون بها المرشد ضمن طابع جماعي. يعني ممكن ان هو بيقدم خدماته في شكل ايه جماعي. وطبعا مش فقط لغير التخطيط الاكاديمي بيخطط التخطيط المهني والتخطيط آآ الخاص بتطور هذا الطفل الموهوب والمتفرق وتشتمل انواع التدخلات التي يمكن ان يكون بها المرشد المجاسي في تعامله مع الموهوبين على اجراء حوارات جماعية في موضعات خاصة. مثل آآ يعني ممكن ان احنا نتكلم على بعض المهن زيارات المعاهدة التفارق الكامل في بعض المهن والتخطيط للدراسة. وكل هذه الاشياء تساعد في التعارف على حاجات الاطفال الموهوبين والمتفرقين ومساعدتهم على حل مشكلاتهم. وده من من الاهداف الخاصة بالرشاد والنما يتعارفهم على انفسهم وكزان. خيب دور المعلم في ارشاد الموهوبين والمتفرقين. المعلم برضو له دور مساعد في عملية ارشاد الموهوبين مع المرشد النفس. فهو يشاهد ويلاحظ سلوك الطلب الموهوبين بشكل يوم مستمر. فالمعلم يستطيع ان يساعد في الارشاد الاكاديمي والمهني للطلب. صح? دور مهم جدا في مساعدة المرشد النفسي في ارشاد الطالب ارشادا اكاديميا من مسلوب العلاج بالقراءة. وذلك بترجيه الطلب المتفرقين الى القراءة عن مشاكلهم وحاجاتهم او عن اشياء اخرى تقع ضمن ايه? اهتماماتهم وكل ده. بمساعدة المرشد النفسي واشرافه وترجيهه. مش فقط لغير نترك الفرصة لهم اه بان هما يتعمقوا في بعض المشكلات او يواجهوا كثير من المشكلات. ولكن المرشد ومعه المعلم يساعدوا في التعرف على مشكلاتهم وتحديد حاجاتهم ومن ثم يشبع هذه الحاجات وحل هذه المشكلات وهذا اساس ارشاد النفسي.